صور حديثة بالأقمار الاصطناعية نشرتها الشركة أمريكية خاصة أظهرت حركة نقل لمعدات وطائرات عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية. الشركة قالت أن الصور التي التقطت بين الثاني عشر والرابع عشر من فبراير الجاري تظهر تطورات في القرم وروسيا الغربية وبيلاروسيا. وأظهرت الصور أيضاً نشرة طائرات مقاتلة حديثة من طراز سخويس 34 بالقرب من قاعدة بريمورسكو أختارسك في روسيا على بعد مائة وستة وعشرين كيلومتراً من ماريبول في أوكرانيا. وأشرت الصور أيضاً إلى زيادة في الأنشطة على بعد نحو مائتين واربعين كيلومتراً من الحدود الروسية الأوكرانية مع ارتفاع في حركة المركبة. وبحسب آخر البيانات التي تم تجميعها وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد تم رصد القوات والدبابات والمدفعيات الثقيلة تتحرك في مواقع ربما تفتح جبهة جديدة على الحدود الشمالية لأوكرانيا أقرب إلى العاصمة كييف. الخريطة تستند إلى معلومات حصل عليها مسؤولون أوكرانيون وأغربيون وكذلك محللون عسكريون بالإضافة إلى صور الأقمار الاصطناعية. وتظهر الخريطة لمحة سريعة عن مواقع انتشار القوات الروسية الحالية، فضلاً عن تقديرات واسعة لعدد القوات وأنواع المعدات المنتشرة على مسافة قريبة من أوكرانيا. ويوجد أكبر عدد من القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا تحديداً في مدينة لوانسك ودونستيك. كما زادت أعداد القوات الروسية على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا، وسط إسرار روسي على أن الانتشار كان من أجل تدريبات العسكرية المشتركة مع أقرب حليف دولي لها. فيما يخشى الغرب من أن تستغل موسكو التدريبات كغطاء لغزو أوكرانيا من الشمال. وتحذر أوكرانيا أيضاً من التدريبات البحرية الروسية المقبلة في البحر الأسود وبحر آزوف. وقالت موسكو إن التدريبات القانونية بموجب القانون الدولي. لكن المسؤولين الغربيين يخشون من أن تستعمل كغطاء لوضع المزيد من القوات الروسية حول أوكرانيا. ترجمة نانسي قنقر